شدينا أتى ساعة صباحاً موعدنا مع مجز لأهم الأنباء مع دينا شرف تفضل يدينا شكرا لك جمانا أتى ساعة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت تيجرنيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أوجه رئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المصابقات بأولمبياد باريس وفي إطار إجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية في دورة فريس 2024 أوجه رئيس السيسي بمراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات ارتباطاً بما حققتهم النتائج في هذه المصابقات لبيان أسس المنح ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً كما أوجه رئيس السيسي بدراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المصابقات واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهر عناصر من أعضائها بشكل سلبي وأوجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين ووضع أسس للاختيار من خلال مقاررة الإنجاز المحلي ونظيره الأولمبي ومدى التقارب بينهما مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأولمبية أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي دعم مصر مواصلة جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بما في ذلك من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم أعدادها بمبادرة وطنية خالصة لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات وخلال لقائه المفاوضة السامي لحقوق الإنسان فولغر تورك وذلك على هامش أعمال دورة التاسعة والسبعين للجماعيات العامة لأمم المتحدة في نيويورك حرص مصر على تعزيز الحوار والتعاون مع المفاوضية كما استعرض عبد العاطي استئناف جوالات الحوار الوطنية الذي تشارك فيه كافة أطياف المجتمع بمختلف توجهاتهم مشددا على أهمية التواصل مع الدول الغربية الكبرى التي تأخذ على عاطقها الدفاع عن حق الإنسان للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤونها من الصين بالخارج بدر عبد العاطي دعوذ المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة جيرب بدرسون مشددا على ضرورة التواصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تعالج جميع تبعاتها وتنهي معاناة الشعب السوري الشقيق جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية مع المبعوث الأممية جيرب بدرسون لبحث مصصر التعاون بين مصر والأمم المتحدة على صعيد دعم التسوية السياسية في سوريا أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤونها من الصين بالخارج بدر عبد العاطي التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة الأقصال والاجتماعية والبيئية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توطين أجندة 2030 في مختلف المجالات والجهود الوطنية جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية مع السكرتير التنمية لللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا اسكوا رولا ديتشتي وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمهية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ وأوضح الحزب أن الهجوم جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من القتل المدنيين رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب طرح منافسته ديمقراطية كاملا هارس إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر قبل أيام من خوضهم الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقال ترامب خلال اللقاء الانتخابي في ولاية كالورين الشمالية إن الأوان قد فات لإجراء مناظرة جديدة مضيفا أن التصويت قد بدأ في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة الماضية قال الرئيس الأوكراني بلودامير زيلانيسكي إن إنهاء الحرب المستعرة مع روسيا منذ أكثر من عامين ونصف العام يعتمد على تصميم حلفاء كييف الغربيين على تزويده بلاده بالأسلحة المطلوبة والسماح لها باستخدامها وأضاف زيلانيسكي أن اجتماعاته في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة حاسمة في تأمين حصول كييف على القدرات الدفاعية التي تحتاج إليها مضيفا أنه إذا استطاع الأوكرانيون توجيه كل ما لديهم من انضباط نحو الدفاع عن بلدهم وكان لديهم صواريخ كافية والموافقات التي يستطيع شركاء بلاد تقديمها له فإن موقف الحرب برمته سيكون أفضل لأمن أوكرانيا ختم ومجزء التاسعة فواصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر